السلام عليكم معكم طلال النقار بتابع معكم بعض الحالات نقص الصوديوم وصلنا لحالة رقم 4 في عنا مريضة عمرها 39 سنة عند قصة داء سكري من النمط الثاني اجد على قسم الطوارئ عم تشكو من غثيان من اقياء من ألم بطني الألم متوضع بالجزء العليو من البطن وممكن عم يتحرر عم رضيتها باكن عم ينتشر لظهره فحصها السريلي أظر أنه ضغطها 110 على 50 نبضها 110 متسرع الأكسجين ساتوريشن كان 98% على هواء الغرفة وحرارتها 37.7 يعني ممكن ما رح أقول في فيبر في عندها ألم epigastric يعني شرسوفي حالما أذكر حال الجز ما في rebound pain ما في tenderness ما في rigidity فحصها العموما يعني طبيعي باقية الفحص صريح السيتي أبدومن تبعها سيتي البطن أظهر موجودات تتماشى مع التهاب بنكرياس 1 ما أظن في المفاجأة أنه عندها التهاب بنكرياس 1 مرة تانية عمرها 39 سنة هلأ تحاليها المخبرية شوفوا الصوديوم الصوديوم 125 البوتاسيوم 4.1 الكلورايت طبيعي البايكار طبيعي الـ BUN شوية عالية 33 الكرياتينين ربما على الحد الأعلى غالباً وزنها شوي قليل السكر تبعها 125 الحلولية المصل عندها 290 الألبيومين 2 الترايجليسرائي الكريستلات ثلاثية 5680 لايبيز 2551 عند التهاب بنكرياس 1 وغالباً سببه الشحوم الثلاثية تحليل البول عندها كان الصوديوم 25 والأوزمولاليتي 500 هذه تحاليل الدم عندها ففي عندنا الصوديوم بدنا نعرف شو سببه شو الخيارات تبعنا؟ شو هو أفضل خطوة تالية ممكن تعملها لهذه المريضة العلاج نقص الصوديوم عندها أنه إبدأت الفابتان اللي هو مضاد لل-ADH أني أعطيها الـ 3% 150 ml بولوس أني ما أعطيها الـ 3% ثاني الـ Infusion بمعدل 40-42 ml بالساعة أني أعطيها سوائل كريستالويد يعني آيزوتونيك مثلا نورمال سالين أو LR أو أني أعمل حمية عن الماء Water Restriction لليتر ومص رح أعطيكم عدة ثواني اسكت فيه هون وفكروا فيها وارجعوا للسلايد السابق هذه سلايد الإجابات وهذه سلايد التحاليل المخبرية فكروا شو هو أفضل خيار خلينا نفكر بالتشخيص في عندنا الصوديوم رقم 125 أول شغل اللي بدي يكون في عندنا الصوديوم أنا بدي أطلع على حلولية المصل حلولية المصل حلولية المصل 290 290 يعني طبيعي الطبيعي 270 أو 280 ل 295 أنا ما عندي ما عندي انخفاض بحلولية المصل ما عندي هذه الهايبو ناتريميا ما هي تروهايبو ناتريميا لما بينزل الصوديوم الحقيقي الطبيعي بيكون في عندي حلولية المصل لازم تكون نازلة هايبو أوزمولار هذا آيزو أوزمولار هايبو ناتريميا ما عندي هذا التشخيص التفيقي الأول لإله أنه أنا في شيء عندي عم يرفع حلولية المصل عم يخليها أنا في شيء عندي عم خطأ بالقياس بسبب موادع هو السوديو هايبو ناتريميا واضح هون الشحوم الثلاثية المرتفعة مع هذا في عندي أنا نقص صوديوم كاذب سببه خطأ بالتحليل وليس نقص صوديوم حقيقي التشخيص التفريقي الثاني إذا كان في عندي فرض سكر وكان الحالة الأساسية البدئية نقص بالصوديوم يعني في نقص صوديوم حقيقي كان صار بعدها هايبرغليسيميا فممكن ترجع الحلولية للطبيعي هايبرغليسيميا أصلاً بوجود سكر طبيعي بوجود سكر مرتفع مع صوديوم طبيعي لازم تعمل هايبر أوزمولار سيروم بيكون الأوزموليتي عالية لأن السكر عالي بس لو كان في عندي نقص بالصوديوم أصلاً نقص حقيقي وإجا فوق فرض بالسكر ممكن ترجع الحلولية للطبيعي فهذا تشخيص صفيقي تاني وطبعاً هنا السكر عندي أصلاً طبيعي وبتالي هذا التشخيص ما لا موجود الاحتمال التالي أن أعطي إرغيشن بفلويدز تعطي ايزو أوزمولار ايزو أوزموتيك مثلاً الدايسين أو غيره بعمليات البروستيت أو الرحم الهيستيكتومي فهون أنا ما في نملك قصة أبداً ما إذا ما نعمل جراحة فالتشخيص الواضح أنه هي سودوهايبونترينيا يعني خطأ بالقياس ما في عندي نقص صوديوم حقيقي شو التدبير له؟ أنا ما فيه تدبير لنقص الصوديوم بحد ذلك أنا فيه تدبير للحالي أنا في عندي انتهاب من كرياس حاد وتدبير من انتهاب من كرياس حاد أني أعطي سوائل مريضة عندها تجفاف واضح تطلع على البيوين تبعها طيب كرياتينين وهي التهاب من كرياس فأنا لازم أعطيها سوائل طبعاً الايزوتينيك فلويد الكريسالويد هي الحل والبقية الخيارات كلها خاطئة لأنه هي كلها تدبير لنقص الصوديوم من هو ما نموجود أصلاً أنا أتمنى أن نكون اقتنعته بالجواب فالجواب مرة ثانية الايزوتينيك كريسالويد لأنه هذه سودي وهايبويناتريميا سببها فرط الشحوم الثلاثية المفتاح اللي خلاني أوصل لهذا الموضوع أنه كان عندي الوزمولاليتي بالسيروم الطبيعية ننتقل للحالي الفامسي أظنب رأي حيحمروا معنا حالي ثانية مناقشها مرة ثانية بس هذا جواب سريع كان سببه فرط الشحوم الثلاثية وهذا نقص صوديوم كاتب ما بدوا تدبير أفتاك كيف بشكل حالي أنا بالمناسبة كيف تثبتوا أن هذا نقص الصوديوم كاذب؟ قلنا أنه سبب التشخيص أصلاً أنه في عندي خطأ بطريقة القياس أنا لما بعمل تحليل الصوديوم داخلوا عينة من السيروم بيمددوها العشرة أضعاف هي اسمها الـ indirect بيمددوها العشرة أضعاف وبيفترضوا أنه كمية الماء بالسيروم هي 93% ما نعرفين أنه البروتين عالي أو الشحوم عالية فأنا لو عملت الـ point of care أو عملت تحليل الصوديوم بغازات الدم المعاير هي طعمها الصوديوم طبيعي وما يكون في أي مشكلة بالقياس فأنا لو بدي إثبت هذا التشخيص إذا كان جهاز الدم عندي الجهاز الغازات عندي معاير لجعاير الصوديوم والبوتاسيوم بعمل عينة الغازات وبتطلع قدش الصوديوم هيقلي أنه فعلاً الصوديوم طبيعي بهذا المريض خلينا نتقل للحالة رقم 5 مريضة عمرها 43 سنة ما عندها سوابق مرضية هي متسابق ماراثون صار عندك اللابس وخلال الماراثون يعني وقعت من طولها بمعنى أخرى فبالتقييم تباعها هي واعية بس ما عم تقدر الجاوب الأسئلة بشكل صريح طبعاً مرة ثانية مرضى الماراثون تحت فضولة نقص الصوديوم وقعتنا كثيراً علامات الحيوية ضغطها 100 على 62 نبض القلب عندها متسرع 126 الفحص الصدر الطبيعي في عندها شوية تغثيار أو إقياء حتى بدأت تعمل إقياء بالفحص العصبي بفحص خلال الفحص يعني بلأ الأعراض العصبية تظهر عندها عراض شو أعراض الوذمة الدماغية غالب من هذه الميضة صار عندها نقص صوديوم هي مريضة متسابق ماراثون في إلو أسباب هذا نقص الصوديوم حركناها كثير عملت أعراض عصبية غومت وهي حالياً بعدنا لسا تمنقناها عن مشفى فعملوا لها وريد مركزي وريد محيطي وبعتوا للتحاليل فشو برأيكم لازم نعملها لهي المريضة لسه ما وصلت للتحاليل هل لازم انتظر للتحاليل ولا لازم أعطي أحد الخيارات التالية إني أعطيها سيروم كريستالويد مثلاً أعطيها سيروم مركز 3% أعطيها أعطيها هدول مرضى الماراثون هدول بتشخصوا يعني غيبياً حتى قبل ما توصل للتحاليل مريضة ماراثون أو شخص عم يرقب الماراثون طار معه عراض عصبية التشخيص الأول هو نقص صوديوم حاد ونقص صوديوم خطير إني أعطيها ما هو الحل بين هذه الخيارات الخمسة طبعاً ما هو الحل للمشكلة الصوديوم وديكسروز ووتر حيزيد الطيم بل لأكيد ما هو الحل ما هو سبب الإصابة ربما إرتفاع ما هو الحل هل لازم أعطي 3% أو 0.9% هو السيروم المرحي العادي لا طبعاً 3% هو حل طبعاً هون ليش أنا أعطي أنا أعطي مشان صلح الصوديوم ولا مشان احمي الدماغ من الوزمة الدماغية الجواب أكيد مشان احمي الدماغ من الوزمة الدماغية بعدين نقص الصوديوم من حاله حيتصلح لما الماء الحرق حينطلح كله اللي كان متجمع عند المريضة فتشخيصه أول شيء حطينا التشخيص أنه في عنده نقص الصوديوم المترافق مع الإجهاد أو مع التمارين العلاج طبعاً 3% ممكن أعطيها بولوس 100 ميل هذا التشخيص قاتل أحياناً إذا كان وزمة دماغية شديدة وما عالجناها بشكل مناسب بذلك نحن هون منعالج بالشك ما ننتظر حتى التحاليل نسبة حدوث هذا التشخيص حتى 18% من عدائي الماراثون وبيزيد بيزيد نسبة حدوثه بالماراثون الأطول كلما كان أطول كلما كان الجهد أعلى كلما كان نسبة حدوث هذا التشخيص أو هذا الاضطراب أعلى فـ 18-101 من قص الخمسة رقم مسهل صراحة شو هي التظاهرات ممكن يصبح عندهم بعض المرضى نوزيا مثلاً يعني اطراب بالتوازن أو حتى غثيان ممكن توصل للسيجر للاختلاجات كل الاعتلال الدماغي والكومة ممكن تكون شديدة حتى درجة الكومة الآلية الإمراضية متعددة الإجهاد الشديد يؤدي إلى فقد صوديوم لاحظوا أنه كانت مريضة في عندها أعراض نقص حجم كان في عندها تسرع بالنبض هذا الشي بيترافق مع نقص حجم لأنه في عندك تعرض غزير هلأ الـ GFR ممكن ينزل لأنه في عندك شوي فهذا الشي بيضعف من قدرة الكلية على التمديد هي رقم واحد هي أحد الآليات الـ ADH حينفرز بسبب الإجهاد الإكسرسايد وبسبب الـ Hypovolymia اللي عم تصير فهذا كمان في ترجمة السيادة إضافة طبعا الغثيان الأقياق الألم اللي بيصير بهدول السباقات فكلهم كانت تحرر الـ ADH ليس أحد العوامل ليس العوامل الوحيد إضافة أن هدول الأشخاص يحاولون أنهم تعرق كثير فمعهم السوائل معهم أنينتل فعم يشرب سوائل من ثبتة التوتر الـ Hypotonic Fluid اللي هي قاتلة بها حالي أنت عندك أصلا الـ ADH المريض ما عم يقدر أو ميضة أو شخص ما عم يقدر ترح موية وانت عم تزيد الطين باللي عم تعطيه موية أو عم تعطيه سوائل فقط التوتر الحلولي عم تزيد من نقص السوديوم عم يصير حاد وما عم يقدر الجسم يصلي فهذا اللي بيخلي نقص السوديوم شديد بها الحالات هاي التدبير طبعاً بعتمد على الشدة مثل ما قلنا الأعراض الشديدة لازم نعطيهن هايبرتونيك ساني مشان نحمي دماغ فمتل ما قلنا 100ml ممكن نعطيها بولوس وممكن نكررها مرة أو مرتين كل 10 دقائق حتى تزول الأعراض التسعة بالمئة اللي هو عفواً التسعة بالألف سالين هو مو صحيح ما هو هذا الخيار عراضها الشديدة لازم احمي دماغ السيروم النظامي ما حيحمي دماغ أبداً مرتين أنا مانع معود صوديم مانع معود حجم أنا عم احمي دماغه الديدي اي بي بي ممكن يعطي الديدي اي بي بي طبعاً بهالحالات بعض حالات نقص السوديوم الشديد لما يكون مزمن بعطيه معه 3% مشان امنع هاي بيسموها البرو اكتب البرو اكتب او رجعون لمحاضرة تبع الاصابات العصبية او الاصابات العصبية المرافقة لها نقص السوديوم متعويض السوديوم فأحد الطرق انك انت بتعاوي بتعطي الديدي اي بي بي من الصفر من البداية بتعطي معها 3% مشان تمنع الوبرو اكتب بها الحالة نحن ما عم نعطي مرحل اصلاً أنا عم أعطي 100 ام الناس هيعطيواد فقط 51 make of sodium هاي حيطلع لأنه كمية الصوديوم بـ 3% هي 513 فمية أميل هي 20 يعني 50 إضافة إلى هدول الخمسين لما بعطيهم ما حيرتفع الصوديوم بالمصر أكثر من 2 تذكروا أنه أنا عم يعني حسبوها بالمعادلة حتطلع معاكم تذكروا أن حجم الانتشار هو كل total body water اللي هو بعادة 55% عند النساء الشابات ننتقل للحالة رقم 6 اللي هي الحالة الأخيرة بها الجلسة أنا كمية رغم أعطي 3 حالات عندي مريضة سبحان الله معظم مريضات من قصة الصوديوم أو معظم مرضة الصوديوم من النساء لسبب أو لآخر خمسة وعبين سنة مريضة عند قصة تشمع كبدي كحولي جاية بأعراض ضعف شديد أو ضعف جنراليز يعني عام ضعف عام بجسمها قبل القبول هذا هي كان تأخذ مدرات بتأخذ مدر الليزيكس أو الفيروزمايد اللي بتأخذ 40 ميلي جرام يوميا وبتأخذ سفيرولاكتون 100 ميلي جرام يوميا وبتأخذ لاكتولوس ثلاث مرات يوميا ثلاث تيار قبل أو قبل القبول بالمشفى في عندها كانت عم تحس أنه يعني ضعيفة نوعاً ما وعم تشرب موية عم تشرب بيرز هي كحولية فعندها ضعف عام وعم تشرب كحول حوالي أربع ست مر أو أربع ست مر يعني أربع ست يعني أناني بيرة أو كذا يومياً وهذا رقم مثل ما أن البير هي سوائم خفط التوتر بالحلول هي عبارة عن يعني مي وشوية سكر وشوية كحول ما فيها ما فيها شوارد ما فيها صوديوم وفوتاسيوم ما هي سوائل متوازنة أبداً بالفحص السريري ضغطها تسعين على ستين عندها نبض اثمانا وستين وهذا بيتناسب مع مرضى تشمع الكبدي المناسبة هي تشمع ما عندها أرثستاتيك تشينجز ما عندها التبادلات بالوضع أو بالوقوف والقعود يعني ما عندها مبوطة امتصابي بسمهم في عندها أعراض سكرير اكتروسس يعني في عندها شوية أعراض يرقان في عندها استريكسس في عندها الرعاش الخافغ بسمونه هو أعراض الانسمام الكبدي أو أعراض الأذية الكبدي في عندها السايتس في عندها حبن وفي عندها lower extremity اديمة في عندها وذمة برجلها فهذه المريضة هي overloaded يعني واضح من القصة ما أظن في حد حيناقشني أنه هي ميضة hypovolumic واضح أنه هي overloaded في عندها وذمات في عندها حبن هلأ ممكن الكليا عم تحس أنه في عندك نقص بالحجم بسوة in general الميضة هي كل طبعا هي جاية بشك والضعف وتلما قالنا تحييلها كانت كما يعني في عندها صوديوم 124 عندها البوتاسيوم 2.4 ففي عندها نقص بالصوديوم في نقص بالبوتاسيوم في عندها الكلورايد 96 طبعا هيكون نازل مع الصوديوم البايكارب تبعها 22 البيوين تبعها 8 الكرياتين 0.8 سكر الدم عندها تقريبا طبيعي أو على بشوية 118 الحلولية تبعها 285 بالنسبة لتحييل البول الصوديوم كان 30 وحلولية البول الأزمولاليتي كان 320 هذا هو الـ كان pH 5 ونقص بالصفر ونقص بالصفر واحد ونقص بالصفر ونقص بالصفر فدقوا بها التحاليل ألقوا نظرة حالتكوت شوي أنا مشان توقف وزيبت كل الشاشة شخصه شو الحالة وشو بيرائيكون الـ next step بهي المريضة ما هو أفضل تدبير لألها عادة عن التدبير التدبير الكحولية تأثير تناول الكحول ما هو أفضل علاج به أني أعطيها حبات الملح صوديوم كلورايد أني أعطيها تولفابتان اللي هو معاكس للـ ADH أني أعطيها أورل كتاسم كلورايد يعني هاوضل كتاسم اللي عندها أورلي أو أعطيها هايبرتونيك ثاني شو بتتوقعوا أو شو بيرأيكم أفضل حل لهي المريضة رجعوا شوية التحاليل طيب خليني أبدأ بأنه نطلع على التحاليل في عندي واضح نقص الصوديوم في عندي نقص البوتاسيوم وفي عندي الحلولية تبع المصر المنخفضة 258 وهذا بتناسب مع وجود نقص صوديوم حقيقي بحالة نقص صوديوم حقيقي المريضة مفسرة بسبب أنه في عندي تشمع كبد في عندي كان بالفحص السريل واضح أنه volume overloaded ما هي hypovolumic ما هي e-volumic واضح أنه overloaded وهذا شيء بتناسب مع تشمع كبد كم من أوزموليتي تبع يورين يورين أوزموليتي كانت 320 وهذا أكثر من 100 وهذا غير مناسب مع حلولية مصر 250 أو بوتال صوديوم مصر 124 ليش حلولية البلازمة عالية لأنه ADH هو secreted هذا تأثير ADH هذه ما هي حالة SIAIDH هذه حالة إفراز ADH بيسموه ADH release سببه أنه الكلية بهالمريضة بسبب بالتوسع بيعائي الحاصل الدكتور وأنه ضغطها كان 50 عم تستشعر أنه ما عم يوصل هالدم بشكل كافي بيسموه effective blood volume نازل وبالتالي عم تشعر الكلية كأنه في حالة نقص حجم فعم تحاول تحبس الصوديوم وعم طبعا هذا بالبداية هذا سبب الوزمات وعم ADH عم يتحرض بسبب نقص الحجم النسبي اللي تشعر فيه الكلية وبالتالي المريضة تحبس الصوديوم خاصة أنه تشرب مو زيادة 4-6 أنانيب هاي آلية نقص الصوديوم هل مريضة نقص الحجم مريضة تشرب الكبد هل يمكن بحال من الأحوال أعطيها normal saline هل يمكن بحال من الأحوال أعطيها حبات الملح الصوديوم هل يمكن بحال من الأحوال أعطيها 3% أبدا إياكم تعملوا هذا الشيء أبدا هذا الشيء حيسيء لنقص الصوديوم حيسيء للوذمات اللي عندها وأنا شفتها حتى هون بأمريكا شفتها ايضا ربما الأفضل بهالحال أنا لو عوضت البوتاسيوم أنا لو عوضت البوتاسيوم البوتاسيوم هو الوجه الآخر للصوديوم رجعونا محاضرة الآخر اللي هي تبع الفورمولا اللي هي حكيت فيها الفورمولا حكيت فيها البوتاسيوم أنا لما عود بوتاسيوم 40-make مثلا هذول 40-make حيروحوا يدخلوا لجوه الخلايا لشيصبح النقص داخل الخلايا فال40-make لما هعطيهم حتى عارل بدون سوائل ما عطي IV هعطي عارل حينعكسه حيطلع الصوديوم من داخل الخلايا ويطلع لخارج الخلايا وبالتالي حيصلح للصوديوم نسبيا فتصليح البوتاسيوم عند هين ميضة حيصلح الضعف العضلي عندها طبعا هي جاية بالشك ورئيسية تبعها الويكنيس فحيصلح الضعف العضلي عندها وحيصلح لأضطراب نقص الصوديوم نسبيا فبرجع ما ناته الخيارات الأورال يشمع وأصلا ربما بقصور القلب ينعطب بعض حالات نقص الصوديوم موجود بالقايد لين وبعض الصوديوم بس يتشمع الكبد عموما الناس ما بفضل تعطيته الباب فمرة ثانية تعويض البوتاسيوم لتصليح الهايبوكاليميا ممكن يصلح نقص الصوديوم أو يخفف النقص صوديوم ويحسن الضعف العضلي عندها الكلام اللي حكيته بالشرح مرجود مرة تانية تكن ترجعوا تقرأوه أنه تركيز الصوديوم بالمصر رجعوا لمحاضرة الفورمولا اللي هي رقم ستة أو سبعة أو ستة ستة اللي هي حكيت فيها أنه تركيز الصوديوم بالبلازما أو البلازما أزمواتي تتعلق بالصوديوم بوض اكسجنجي صوديوم واكسجي بوتاسيوم يعني سواء أن الصوديوم والبوتاسيوم كلاهما بأثر على حلولية البلازما لأنه واحد جهو الخلايا وواحد خارج الخلايا وكلاهما واحد خارج الخلايا وواحد داخل الخلايا وكلاهما بأثر على الحلولية فلما أنا بديت طلع على المعادرة بذكرها الأيدرمن أظن حكيت اسمها هي الأزمواتي تتناسب مع الصوديوم اللي هو بعادة سبعين برمئة من صوديوم الجسم داخل الخلايا لما أنا بعود طبعا تذكروا أنه لما يكون نقص البوتاسيوم كل واحد تركيز ميك بالمصر يكون بعاد له تقريبا حوالي 100 ميك بوتاسيوم عجز من داخل الخلايا لأنه داخل الخلايا تركيز البوتاسيوم هو 140 ميك باللتر خارج الخلايا تركيزه هو 3 إلى 5 أو 3 ونصف مثلا إعطاء البوتاسيوم وكلورايد هون طبعا هو مثل أوزمتها هي active فعال حلوليا إعطاء البوتاسيوم سيصلح الصوديوم لأنه سيصير تبادل ورجعوا للمحاضرة هنا تاني ستشوفوها بالصور كيف صار هذا الكلام أظن هذا الحل الأفضل بهذه المريضة طبعا سأحميها عن المو أكيد هذه المريضة سأمنعها من شرب الماء أو البيرة مثلا لأنه هذا يزيد من نقص الصوديوم عندها هيك يكون خلصت الحالة رقم 6 مثل ما قلت أنا عم أمشي وحلات عرضها 3 حلات 3 حلات في كل فيديو فأتمنى أن يكون حكيناهم بالفيديو هذا النظرية عم نطبقهم بشكل عملي وأتمنى أن يكون عقق الفائدة لأن يكون جميعا السلام عليكم